هو المقطع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب اللبويهي الفصل الثاني كانت تحت عنوان تناقض المفيد المنطق المزدوج للمفيد في النقض والإثبات تحدثنا عن ازدواجية منطقه في إثبات خلافة الإمام علي أو الإمام اللبويهي بطالب ونتحدث في هذا المقطع الثاني عن حوار المفيد مع الزيدية الجارودية كما استخدم المفيد المنطق المزدوج في الجدل مع الكيسانية استخدم هذا المنطق مع الشيعة الزيدية الجارودية وهي فرقة كانت تتبع الإمام محمد الباكر في البداية وتأثرت بنظريته في النص على الإمام علي ثم انشقت عنه وعن الخط الإمامي وانتقلت إلى الخط الزيدي ثم سيطرت على الزيدية في القرون اللاحقة بالذات كانت تؤمن بأن هناك نص على الإمام علي والحسن والحسين على الأم الثلاثة وأما بعد ذلك فلا يوجد نص على أحد وقد ألف المفيد كتابا خاصا في الرد على هذه الفرقة الجارودية يحاول المفيد في البداية الاستعانة بالجارودية في دعم النظرية الإمامية ثم يجادلها في النقاط الخلافية فيقول اتفقت الشيعة العلوية من الإمامية والزيدية الجارودية يعني بقية الزيدية لم يكنوا يؤمنون بالنص من الأساس لم يكنوا يؤمنون بالنص على الإمام علي اتفقت الشيعة العلوية من الإمامية والزيدية الجارودية على أن الإمامة كانت عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام وإنها كانت للحسن من بعده والحسين وإنها من بعد الحسين من ولد فاطمة لا تخرج منهم إلى غيرهم ولا يستحقها سواهم ولا تصلح إلا لهم فهم أهلها دون من عداهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ثم يحاول أن يختلف معهم في حصر الإمامة في أبناء الحسين فقط كما يقول محمد الباكر في الدعاء المفيد إنها لا تصلح إلا لولد الحسين ولا يستحقها غيرهم ولا تخرج عنهم إلى غيرهم ممن عداهم حتى تقوم الساعة ولكن المفيد لا يملك من الأدلة ما يثبت به دعواه غير القول إن ولد الحسين إنما اختصوا بالإمامة لفضلهم على كل من عداهم من بني عمهم وغيرهم في المعاني التي يستحق بها الإمامة من الألم والبصيرة بالتدبير والسياسة وكيت كيت ما لا بد من حوز الأئمة له من الفضل لو لا ذلك لجوزناها في غير ولد الحسين وما قصرناها فيهم هذا كلام عادي يعني ما في دليل شرعه وينقل رد الجارودية على هذا الكلام قالت الجارودية هذه دعوة منكم يا معشر الإمامية بلا بينة فدلوا على صحتها بحجة وإلا فأنتم متحكمون ويجيب قالت لهم الإمامية فما أدونا طريقكم في الاحتجاج ولا خلفنا سبيلكم في الكلام بل تحرينا حكاية ألفاظكم وأوردنا فيها معانيكم بعينها على التحقيق فإن كنتم فيما اعتمدتموه من اختصاص الحسن والحسين بالإمامة واستحقاقها لهما دون أخوتهما على دعوة لا يثبت لها بينة فكفاكم بذلك عارا عند أهل النظر ومثله شهدتم على أنفسكم بالتقصير لأن الجارودية والإمامية كانوا يختلفون مع الكيسانية الكيسانية يوسعون الدائرة في أبناء علي وليس أبناء فاطمة فقط الجارودية حصروها في أبناء فاطمة والإمامية كذلك ثم الإمامية حصروها في أولاد الحسين وكما يلاحظ فإن المفيد يعجز هنا عن رد الجارودية ويعتمد على ادعاءاتها الاعتباطية في حصر الإمامة في أبناء فاطمة الحسن والحسين دون أبناء علي كما كانت تقول الكيسانية ولا يملك المفيد ما يثبت ذلك الحصر بأبناء الحسين سوى ادعاء الألم والتدبير السياسي حيث لا نصة ولا وصية معروفة أو متواترة من الحسين ولا حديث منه أساساً حول حصر الإمامة الوراثية في أهل البيت وهو ما كانت تقول به فرق شيعية أخرى كالبترية والسليمانية التي كانت تؤمن بنظرية الشورى لعامة المسلمين ويكاد المفيد يعترف بعدم وجود أي دليل على حصر الإمامة في أبناء الحسين أثناء الجدال مع الجارودية ولا يملك إلا أن يعيرهم بعدم امتلاكهم هم أيضاً أي دليل على حصر الإمامة في أولاد فاطمة وأرى من المفيد جداً نقل حواره الطويل في هذا المجال هنا قالت الإمامية وأي نفعل لكم في وفاقنا إياكم على شيء لا حجة لنا جميعاً عليه والدعوى فيه عرية من برهان على صحته وخصومنا جميعاً يعيرون بالاقتصار فيه على الدعاوى المجردة من البيان ويحكمون علينا من أجل ذلك بالعجز عن الاحتجاج والتقليد في الاعتقاد اللهم إلا أن تزعموا أن الدعاوى مغنية عن البرهان الدعاوى مغنية عن البرهان فيلزمكم ما ذكرناه من الدعوى لولد الحسن وتسقط مطالبتكم بالبرهان قال الجارودية إنما اقتصرنا في فضل الحسن والحسين على أخوتهما فيما عددناه على الحكم المجرد من البيان لظهور ذلك عند العلماء قالت الإمامية فاقنعوا منا بمثل هذا المقال فيما اختصنا به من الاعتقاد في ولد الحسين وظهور فضلهم على بني عمهم عند العلماء وإلا فمن يخفى عليه فضل زين العابدين على الحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وفضل الباكر على محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم فهل معكم شيء أكثر من الدعوى قالت الجارودية تفضيلكم من سميتموه من ولد الحسين على ولد الحسن صادر عن هوى وعصبية وإلا فهاتوا عليه برهانا قالت الإمامية الكيسانية وسائر أهل الخلاف لنا جميعا يحكمون علينا في تفضيل الحسن والحسين على أخوتهما بمثل ما حكمتم به علينا من العصبية والظلال بالعصبية والهوى والتقليد والظلال فبأي شيء تتفضلون منه فهو فضلنا منكم على كيسان قالت الإمامية يوجد نص على أولاد الحسين من الرسول وأمير المؤمنين والحسن والحسين وإلا لما حصرنا الإمامة في ولد الحسين قالت الجارودية ما نعرف هذه النصوص التي تدعونها ولا يصح عندنا ولا تثبت فدلوا على حقكم فيها قالت الإمامية هذا قول الكيسانية لنا جميعا في إمامة الحسن والحسين وتعلقنا بالنص عليهما وقول المعتزلة والمرجئة والحشوية والخوارج وحكمهم على بطلان دعوانا في ذلك وإنها غير ثابتة ولا صادقة ومطالبتهم لنا بالحجة عليها فماذا يكون جوابنا لهم دلونا على وجه نعتمده وإلا فنحن جميعا على ظلال وقد ورد الخبر عن النبي أنه قال إن الله اختارني نبيا واختار علي لي وصيا واختار الحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين أو صياء إلى أن تقوم ساعة في أمثال هذا الحديث لفظه ومعناه قالت الجارودية هذه خرافات وأخبار موضوعات وإلا دلونا على صحتها ببرهان قالت الإمامية هكذا تقول لنا جميعنا الكيسانية في الخبر الذي أثبتناه في النص على الحسن والحسين وتقول لنا الناصبة بأسرها يعني العموم سنة يعني يقصد ويحكمون بأنه خرافة وموضوع فبأي شيء انفصل بيننا وبينكم فهو فصل لنا منكم بغير إشكال قالت الجارودية كيف يثبت أخباركم في النص على ولد الحسين وهي غير معروفة عند ولد الحسن اللهم إلا أن تحكموا عليهم من دعوة الإمامة لأنفسهم بالأناد قالت الإمامية لسنا نقطع على أن المدعين الإمامة من ولد الحسن كانوا عارفين بالنصوص على غيرهم من الأئمة فسلكوا في خلافها طريق العناد ولا نحكم أيضا عليهم فيما ادعوه من ذلك بالضلال الموجب للتأويل بخبر العفو عنهم في ذلك ونرجو لهم فيه الغفران فلا يمتنع أن يكون ما هم فيه لنصرة الدين وما نالهم به من القتل والآلام مكفرا لزلالهم في دعواء الإمامة ومستمرا لهم كثيرا من الثواب ومن أصحابنا من يقطع بالجنة لجميع ولد فاطمة فهو يحكم لهم بالتوبة قبل خروجه من الدنيا بينهم وبين الله وإن لم يظهر ذلك العباد كلام تعسف يعني ثم يخاطب الشيخ المفيد الجارودية قائلا إنما قالتكم لنا في هذا الباب كما قال الناصبة لنا جميعا فيما ذهبنا إليه في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وذلك أنهم قالوا لنا كيف يثبت أخباركم في ذلك وهي غير معروفة عند أبي بكر وأمر وأثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بأسرهم والأنصار والتابعين لهم بإحسان اللهم إلا أن تحكموا على الخلفاء الراشدين بالإناد والخروج عن الإيمان وتظلل الصحابة من المهاجرين والأنصار وتفسقوا التابعين بإحسان وتشهدوا على الجماعة بالردة عن الإسلام وهذا من أفحش المقال حديث الثقلين لا يفيد معنا قالت الجارودية أن لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين وولدهما بالإمامة دون غيرهم من ولد الإمام وبني هاشم قالت الإمامية هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة يعني يشمل حتى العباسيين والطالبيين لأن جميع بني هاشم أترت النبي وأهل بيته بلا اختلاف وإلا فإن اقترحتم فيها الحكم على أنه مصروف إلى ولد فاطمة اقترحوا خصومكم من الإمامية الحكم به على أنه من ولد فاطمة في ولد الحسين بعده وبعد أخيه الحسن فلا تجدون منه فصلة يعني هنا الشيخ المفيد ينفي أن يكون هذا الحديث حديث الثقلين يفيد على إمامة الأئمة الاثنين عشر قالت الإمامية باختصار أنا رح أختص الكلام لأنه طويل لا يعني الذرية دون الأخوة والعمومة وبني العم ولو كان الأمر على ما ذكرتموه خرج أمير المؤمنين من العترة وهو سيد الأئمة وأفضلها لخروجه من جملة الذرية وهذا باطل بالاتفاق يعني العترة إذا فصلناها بالذرية فالإمامة ليس من ذرية النبي إمامة أبناء عم النبي قالت الجارودية فهذا يلزم الإمامية فيجب أن يكون العباس وولده وعبد شامس وولده داخلين في جملة العترة التي خلفها النبي في أمته إذا كانت العترة تتعدى الورثة إلى غيرها من الأهل وهذا نقض ماذا بشيعة يعني إذا فصلنا كما يريد الشيخ المفيد كلمة العترة بأنها عامة فإذا هذا الحديث ينقض ماذا بشيعة عموما أن الإمامة محصورة في أهل البيت وأبناء النبي قالت الإمامية هذا يلزمنا لو تعلقنا في الإمامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية لكن لا نعتمد في ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة هذا حديث الثقلين يقول عن الشيخ المفيد يقول لكن لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة وكيف يوجه علينا ما ظننتموه لولا التحريف في الأحكام إنا نرجع إلى معناه معنى حديث العترة المعلوم بالاعتبار يعني نفكر فيه أيضا وهو أن أترة الرجل كبار أهله وأجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم يفسر العترة تفسيرا خاصا كما يريد يعني وقد ثبت عندنا بأدلة من غير هذا الخبر من غير هذا الخبر فضل أمير المؤمنين في وقته على سائر أهل بيت النبي وكذلك فضل الحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين على غيرهم من كافة الناس فواجب لذلك أن يكون المخلفون فينا من جملة الرسول هم دون من سواهم وأنهم الأترة للنبي وإذا ثبت أصمة أمير المؤمنين والأئمة من ولده بواضح البيان ثبت أنهم المرادون بالأترة من ذكر الاستخلاف فإن قال قائل من أهل الخلاف أن النصوص التي يروونها الإمامية موضوعة والأخبار بها أحد وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب قيل له ليس يضر الإمامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم هو يعترف أنه لا توجد نصوص متواترة ويقول هذا لا يضرهم ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار أحد لمقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة عليهم السلام بدلالة أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لا بطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بيّن بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء وكما يبدو فإن نتيجة مباراة الإمامية مع الجارودية كانت صفرا في صفر ولم يستطع أحد الفريقين أن يقدم أي أدلة متواترة أو صحيحة أو معتبرة بحصر الإمامة في العترة أو في أبناء علي وفاطمة كما اعترف بذلك المفيد بقوله الآنف ليس يضر الإمامية عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم وإن حاول أن يدعم تلك الأخبار بفلسفة الإمامة التي هي محل جدل وأول الكلام وبعد أن ينسحب المفيد خالي الوفاض من ساحة المعركة مع الزيدية الجارودية الذين كانوا ينشطون في القرن الرابع يتوجه للرد على الفرق الإمامية الأخرى ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهت نظرية الإمامة في مهدها الأول في القرن الثاني الهجري فيكفز على إشكال أمر بن الرباح على الباكر لا يتحدث عنه ويتوقف ليقاوم السليمانية الذين كذبوا الصادق وتراجعوا عن القول بنظرية الإمامة الإلهية بعد وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق وحديث البداء وهذا ما سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله المقطع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر